25 كم من مدينة زوارات وتحديدا بمنطقة واضي القاح تقع محطة تحلية المياه التي شهدت توسعة بهدف زيادة الانتاجية لسد النقص الحاصل في المياه الصالحة للشرب بمدينة زوارات بعد مدها بكافة المستلزمات اللوجستية الضرورية بغية ربطها بمحطة التجميع الموجودة على مشارف المدينة هذه التوسعة تمثلت أساسا في مشروع من الآبار تم حفرها وتجهيزها من ناحية الشبكة الكهربائية ومن ناحية شبكة خطوط الأنابيب لربطها بالمحطة بعد ذلك تم استجلاب وحدة لتحليط المياه قادرة على علاج ملوحة حتى عشر قرامات في الليتر وهذه الوحدة أيضا ستزيد من طاقة المحطة بما يناهز ألف متر مكعب على الأقل في اليوم بالإضافة إلى ذلك شملت هذه التوسعة محطة للضخ وخط أنابيب بقطر أربعمائة ميلي متر إضافة إلى ذلك شملت التوسعة أيضا خزانين في هذه المحطة خزان لتخزين المياه المالحة قبل علاجها وخزان لتخزين المياه الصالحة للشرب بعد المعالجة هذا الخط أيضا يمر بنقطة المعروفة بفينف هذه النقطة أيضا تمت إضافة طاقة تخزين بمعدل خزانين واحد منهم خمسمائة متر مكعب والآخر ألف متر مكعب نتوقع أن تزيد الطاقة إن شاء الله بعد هذه التوسعة تسمح أن سيتوفر إن شاء الله أربعة تلالة متر مكعب في اليوم سيتم إن شاء الله توفيرها لصالحة مدينة الزويرات ثلاثة مليارات ومئتان واثنان وثمانون مليون أوقية قديمة تكلفة التوسعة التي ستسهم بشكل فعال في تغطية احتياجات سكان مدينة الزويرات من المياه الصالحة للشرب تالي الصادق قناة الموريتانية مدينة الزويرات ترجمة نانسي قنقر